الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الشراط المستقيم شراط الذين ألعنت عليهم غير المغتوب عليهم ولا الضالين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت مواسينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاضية وما أدراك ما هي نار حامية ألهاكم التكاثر حتى سرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترفن الجحيم ثم لترفن دهاعين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همسة اللمسة الذي جمع مالا وعدد يحسب أن ماله أخلد كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عبد ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأغسل عليهم طيرا أبابيل تربيهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصب مأكول لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليديم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سابون الذين هم إراءون ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين إذا جاء نشط الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاك فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته روحا مالة الحطب في جيدها حبل من مسد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يوند ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوصغس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ترجمة نانسي قنقر